صلت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير الوكالة الدولية للطاقة والذي يشير إلى أن الإنفاق العالمي على تكنولوجيا الطاقة النظيفة والبنية التحتية في طريقه إلى الوصول إلى تيروليني دولار عام 2024 وأضف التقرير أن الطاقة الشمسية الكهرودوئية تقود التحول في قطاع الطاقة حيث يذهب الآن المزيد من الأموال إلى طاقة الشمسية الكهرودوئية مقررة بجميع تقنيات توليد الكهرباء الأخرى مكتبعة وأضح التقرير أنه من المقرر أن تستأثر الصين بأكبر حصة من استثمارات الطاقة النظيفة عام 2024 لتصل إلى ما يقدر بنحو 675 مليار دولار